قبل خمسة أيام من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية زار المرشح الرئاسي الوزير السابق سمين فرنجي أديمان حيث بحث والبطيراك المروني مرب شارة بوتوس الراعي في المستجدات السياسية في الجناح البطيرقي فعقدت خلوة على الشرفة استمرت نحو 45 دقيقة استبقى بعدها البطيراك الراعي النائب فرنجي إلى مائدة الغداء وأكد فرنجي في دردشة إعلامية أن الأجواء كانت ممتازة لافتا إلى أن لقاء صاحب الغبطة أمر طبيعي قبيل الجلسة الانتخابية المقبلة وردا على سؤال أكد فرنجي استمراره في الترشح